كابتن عادل كان لك رؤية قبل الماتش و لما الشروط الثاني حصل و احنا كنا متقدمين واحد سفر قلت بين الشروطين و احنا بنتكلم انا و انت هي العملية عايزة تنظيم دفاعي جاي كنا عندنا اختلاف على الافراد ولكن احنا كسبنين واحد سفر و زي ما قال الكابتن شريف المكسب في ايده انت كان ممكن تقفل الجيم شوية احيانا ممكن تغير اسلوب اللعب كويس وتطلع كسبان برضو بالثلاث نقطة اللي هم في ايدك اصلا من وجهة نظرك ايه اسباب ضياع الفوز النهاردة من نازي البحلي بس يا كابتن خلينا نبقى منصفين بمعنى انت جاي انا اتكلمت و قلتلك اول الستوديو قبل الستوديو قلتلك كابتن ايمن انا خايف من مباراة اليوم كلنا و كلهم انت خاوفي ليه و قلتلك اسبابي جاي من بطولة عرب كلاعيبة منتخب عندهم احباط كبير واجهاد واجهاد و دخلنا على المرحلة التانية الاهلي بيلعب في السوبر اجهاد ما بعده اجهاد المباراة نفسها تقعد لآكب لديها الوقت الضايع وبعدين تجيب الهدف بتاعك فانت لعب في عندك لعيبة لعبة حوالي مثلا في واحد و عشرين يوم يجي سبع تمن مباراة و منهم مباراة كلها كؤوس و مستوى عالي تمام دخلنا على المباراة لقينا انه في افراد جديدة هو بيلعبها موسيماني علشان يريح عنده اصابة فالراجل قال يعمل حاجة تانية طريقة اخرى هل غياب اللعيبة الاستيادة عامر سولايا و امرشان اثر على الاداء الحتة بتاعت الاجهاد الطبيعي يا كابتن انه انا يمكن كلمتك و قلتلك في المفترض ان مدرب الاحمال و الاستشفى يبقى على اعلى مستوى زائد كمان انك انت اللعيبة تتخرجهم نفسيا من بعد الاحباط الى مكسب و فرحة اللعيبة دي اللي يكون فعونها دفع عشر ايام زعله قوي و فرحه قوي يمكن انا قلتلك كامر السولايا الاصابة اللي حصلت له ممكن تبقى نفسية اكتر من اي حاجة نفسية طبعا من المباراة الاخيرة فاللي انا عايز اقوله لك انا شايف ان عدم انتظام الملعب النهاردة كمل اجهاد ده رقم واحد اجهاد و اجهاد قوي جدا و رقم اتنين انت كمان ما يعني ما عندكش استراتيجية مواطحة في المبران النهارده سبات الاماكن يمكن نحن شوفنا في العيبة لعبت في مكان عشر دائق و غيرت لمكان تاني عشر دائق و غيرت لمكان تاني عشر دائق و غيرت لمكان تاني عشر دائق ف headlights انت ما تقدرش تواكب الحاجت الى الحاجة التانية المهمة أنت كنادي أهلي بتبقى يعني عندك الحتة أنك أنت ما تدفع 100% يعني إيه وأنا يمكن أنا كنت بتكلم في الأمر ده من السنة اللي فاتت يا كبتن أيمن بقول ما فيش مانع أن في ظروفي صعبة أطلع المطش 1-0 صح؟ مش هيتقال علي أنا مع وجهة نظر دي لا طبعا الحاجة المهمة أنه هنا دور المدرب الأحمال دور الجهاز اللي هو المعاون بتاع الاستشفى ضروري جدا ده علم كبير كبتن أيمن ضروري جدا الحتة النفسية بتاعت اللاعبين ضرورية جدا أنا شايف أني بعد التعادل اللي احنا شفناه ده نتيجة يعني أنا مش زعلان في مبروطة النهاردة أنا كنت زعل لو كنت اتغلقت انت فاهمني وأنا مش محبز أن أنا أتعادل أنا أحبش أتعادل أنا عايز أكسب لكن بقولك في الظروف الصعبة القوي يعني لأنه فعلا دي جاية في مباراة صعبة وظروفها صعبة فوق ما تتخيل فأنا أنا يعني بدل عزر لللاعبين وبقول لهم يعني خلاص الموضوع انتهى عادي اتعادل انت المفترض انك انت في صراع دوري انت ما بتلعبش كاس يعني انت عندك صراع دوري آه ضيعنا فرصة نقطتين من إيدينا بس بس يعني فيها ظروف صعبة كابتن الـ 21 يوم اللي جوم على اللاعبين بالذات الدوليين بتوع النادي الأهلي صعبة جدا وصعبة للغاية صفر في صفر في مباريات في طولة عربية قوية جدا مستوى كان عالي جدا عشان الملاعب والشكل وبعدين لعبت منتخبات قوية وبعدين عملتك سيراطايم مع تونس وبعدين بعد تونس لعبت الماتش السوبر ماتش السوبر صعب جدا وبعدين راجع من إخفاق واللي يثبت لك الكلام ده ان انت مضيعتش حاجة النهاردة صح نثبت لك الكلام ده ان انت النهاردة انت عندك فرص وبعدين واضحة يعني ان انت تقول انا فنت ممكن اكسم منها خليني خليني نقف هنا عشان عايز برضو اتكلم في حتة معينة احنا كنادي أهلي بنعتمد اعتماد يعني لا لا بنعتمد اعتماد كبير جدا في الشق الهجومي على الأطراف بتاعتك لهم زي أكرم وزي معلول وكان الاول كوكا انت بدايتك في المباراة افتقدت العنصرين المهمين دول نعم نعم ملعب القادر عوضك بس يعني ربع ساعة وتلف ساعة ممكن تلعب ساعة ومجيبش جوال انت لابت دقيقتين جبت جوال بالضبط بس احنا افتقدنا الحلول الهجومية عن طريق الأطراف وده وده عامل أساسي في الشق الهجومي للنادي الأهل طيب كبات انتو مش ملاحظين النهاردة انه في حتة من عدم التركيز في المهام نفسها من معظم اللاعبين اه انا تقضينا في بعض الأواق مصنعي تأخر وتقضينا في بعض الزبط كابتن اللي انا بقوله لك هي الاندك انت بتلعب انا بقولك مسهلة انت تعرف ان الدورة الانجليزة البيوكسن جيم ده اللي بيتلعب في الفترة اللي هي ده بيلعبه كم مباراة بيلعبه خمس ست مباراة بس انت لعبت 8 مباراة وهم متعودين انت مش متعود انا بكلمك على اللعيبة المهمة في الناد الاهلي اللي هي بتلعب للمنتخب وبعدين ما كانش فيها يتخلى لها بطولة زي بطولة احنا متعودين اكت ان احنا الموسم اللي فات كنا بنعب كل 48 ساعة مطر بس بتلعب في الدولة المصر لكن بكلمك على المستوى العالي اللي انت وصلت فيه انت بتلعب في البطولة العربية انت بتلعب فرق تونس فرق قوية ولعبت القطر فرق قوية والجزائر فرق قوية ولعبتك سرطاين انا بكلمك في وضع صعب للغاية انا ممكن انا وانا جاي المباراة كنت بقول ربنا يسطر ان احنا ما نخسرش انت تخيل فيه لعيبة ما لعبتش بقالها يجي اسبوع ولا عشر تيام او لعبه في العشرين يوم اللي انت لعبت فيهم 8 مباراة و7 مباراة لعبه مباراة واحدة او اثنين ويعني جاهزين قدامك جامد يعني انت بس تلاقي اللعيبة اللي هي بتاعت فيوتشير النهاردة تحس ان هما فرش شوية واسرع واقوى شوية ليه لانه ما فيش الاجهاد ده انا مش ببرر التعادل ولكن انا بقولك احنا ناس بنشتغل في الكرة وشايفين الموضوع صعب للغاية حتى صعب على موسيمان انت تخيل انه يطلع من حالة الحالة صعب عليه برضو رغم انه هو النهاردة كان المفروض ينكمل شوية هو نط الملعب لعب لعب مفتوح لعب لعب الناد الاهلي انا كان رأيي انه هو يعد المباراة يعني اللي هو ايه تجاري بلغة الكرة يعديها تجاري يلعب لعب بسيط بعد واحد سفر اه بعد واحد سفر يقف ويلعب على المرتدة مفيش مشكلة لانك انت تعبان انت لعب مطشط كتير وانت تعبان فمن الاخر يعني انا عاوز اقول بقى المباراة احنا لسه الدورة كبيرة مفيش اي مشكلة انت جاي مبروك كاس السوبر يعني ما تخلناش ان احنا نحبط والناس بقى تجي تتكلم وانتقولك تعادل ما ايه يعني منكورت القدم كده طم انت حتى لو انت كسبت المباريات اللي جاية عدد المباريات الفرة التانية هتبقى الاول يعني مفيش مشكلة انك انت هتبقى احنا من حال التعادل الحتة دي لازم بس احنا عندنا كاس عالم الاندية رأيي انه هيبقى في اجهاد جامد جدا وعندنا منتخب كاس امم افريقية هيروحوا اللعيبة دي انا ربنا يستر انا بكلمك احنا في ظروف غير عادية انت القلب يمروا في ظروف غير عادية في الفترة دي وده قدره قدره لانه هو اللي هو اللي بيشرف مصر او بالمعنى هو اللي بيلعب من الاندية المصرية في المحافل الدولية لانه هو اقوى فرقة في مصر يعني فعلشان كنا عايز اقول لك انه ان شاء الله لعبة المنتخب تاخد تجربة كويسة مع منتخب مصر في كاس الامم الافريقية ويرجع حيبقى عندك المشكلة دي برضو والده في كاس العالم الاندية بس كاس العالم الاندية حاجة والدور المصر حاجة تانية هتلعب فرق قوية و هتلعب فرق جامدة قوي فعلشان كده لازم الاستشفى والرجوع ده مهم جدا لازم يتصرفوا و يشوفوا ايه الفكر في الجهاز الفني في حتة الاستشفى وصلوا ليه لأيه و ازاي ويشتغلوا عليها و المعدل البدني فعلوا و نزولوا لازم يتدرس عن كده شوية ولازم يرجعوا يعني انا شاف انه فيه مدار يبقى حمال كويس بس في الوقت برضو احيانا التجهيز الزيادة بيبقى عكسي ايه احسن ما تلعب